قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس أن قطر ستنساحب من دول الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن أبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة أو أبلغت بأن مكتبها في الدوحة لم يعد يخدم الغرض منه وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته قال إن القطريين أبلغوا الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض لتفاوض على اتفاق بحسنلية فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة صادر الريترز قالت إن قطر ستتوقف عن الوساطة حتى تظهر كل من حماس وإسرائيل رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات للمزيد حول ذلك من القدس ينضم إلينا مرسلنا بشار صغير ومن واشنغتون تنضم إلينا مرسلتنا أمينة أسريري بشار وأمينة أهلا بكما في هذه الساعة أبدأ معك بشار وضعنا في صورة الموقف الإسرائيلي إن كان هناك أي ردود فاعل صدرت حتى هذه اللحظة إثر التسريبات التي بدأت البارحة حول عدم الترحيب بقادة حماس في الدوحة واليوم الانسحاب القطري من جهود الوساطة لإيقاف حرب غزة بالفعل مصدر سياسي أخبر وسائل الإعلامة الإسرائيلية أن هذا القرار منطقي بل وقرار مرحب به وقرار إيجابي بنسبة لإسرائيل وأضاف أن إسرائيل باعتبار أن حركة حماس إرهابية على حد وصفها فبالتالي يجب على كل الدول أن لا ترحب بحركة حماس وأن تضرد حركة حماس هذا بخصوص موقف طرد الحركة أما بخصوص انسحاب دور قطر كوسيط فأضاف هذا المصدر أن الجهود الوساطة مستمرة هناك مصر هناك الولايات المتحدة ودول أخرى ونتائج وإمكانية نجاح هذه المفاوضات عن عدمها ليست مرتبطة بالوسيط وإنما مرتبطة بطرفي المفاوضات الرئيسيين أي إسرائيل وحركة حماس طبعا هذا يأتي في ظل تعثر وفشل المفاوضات والتي آخرها تلك التي قادتها كل من مصر وقطر الحدة بهدف التوصل على الأقل إلى صفقة مؤقتة أو صفقة لعدة أيام يتم فيها تحرير عدد محدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين وقف مؤقت لإطلاق النار لكن حركة حماس رفضت هذا الأمر والآن عندما تحدث عن مصدر سياسي فهنا بدون أن تشكل تحدث عن مصدر داخل هذه الحكومة الإسرائيلية طب الحكومة الإسرائيلية لها رأي ولطالما اتهمت حكومة تتنيه بأنها أصلا هي تحاول أن تتجنب التواصل إلى صفقة ولا تريد التواصل إلى صفقة على عكس عائلات المختطفين الإسرائيليين المعارضة الإسرائيلية وطيارات داخل هذه الحكومة التي كانت تنادي بصفقة من أجل التبادل هذا بالطبع الخبر سوف يكون ثقيلا على صدور عائلات المختطفين الإسرائيليين والمتضمنين معهم والذين في هذه الأثناء واليوم الليلة يحيون ذكرى مرور 400 يوم على بدء الحرب واختطاف إسرائيليين وبقاء 101 منهم في الأسر لدى حركة حماس وواضح أن بحسب ما يتم تدوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عمليا نتائج الانتخابات الأمريكية أتت أكلها ومجيء دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية يغير من قواعد اللعبة يعيد خلط الأوراق وبالتالي فإن الرسائل التي كانت قد نقلت من الولايات المتحدة وطبعا بضغوط إسرائيلية وطلب إسرائيلي من الحكومة الإسرائيلية بطرد حركة حماس يبدو أن هذه الجهود باتت تؤتي أكلها خاصة أن لدينا الآن ولو أنه في هذه الأثناء بشار قيادي في حركة حماس يقول لفرانس بريس الحركة لم تتلقى أي طلب لمغادرة قطر هذه آخر الأخبار العاجلة المتعلقة بهذا التطور ونقلا عن حماس لما قالته لفرانس بريس الحركة لم تتلقى أي طلب لمغادرة قطر سأعود إليك لقراءة الردات الإسرائيلية على هذه التطورات مرة أخرى بشار ولكن قبلا أمينة الوساطة المصرية الأمريكية مستمرة وليست هي المرة الأولى التي تلوح فيها قطر بانسحابها من هذه المفاوضات ولكن بالتأكيد هناك انعكاس لكل هذه الأخبار على المواقف الصادرة في واشنغتون أمينة نعم تسبيح لكن الخبر الشقين ولعل تصريحات الأمريكية حتى هذه اللحظة التي صدرت هنا من واشنغتون تتركز بشكل عساسي على مسألة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة وقبل قليل فقط كان هناك تصريحات لمسؤولين من حركة حماس لقناة CNN الأمريكية تتقاطع أيضا مع ما أورده مسؤول لحركة حماس لوكلة لنباء الفرنسية بأن هذه الأخبار مغلوطة هذه التقارير لا أساس لها من الصحة هذا ما يقوله مسؤولون ممثلون عن حماس لوسائل إعلام أمريكية وبأن هذه فقط مجرد تكتيكات ضاغطة على حركة حماس حتى يتم التوصل لاتفاق وهذا لربما بغية حفظ ماء وجه هذه الإدارة قبل أن تتهي تريد أن تتوصل إلى اتفاق على الأقل لوقف إطلاق النار أو لهدنة مؤقتة في غزة وأيضا لاتفاق لإطلاق صراح الرهائن لكن بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين ومنذ أمس هذا الطلب هو طلب أمريكي للدوحة وكان منذ الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي وأن قطر أبلغت حركة حماس بهذا القرار لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق تريده واشنطن وهناك رفض مستمر وممنهج من قبل حركة حماس لأي اتفاقات وأي بنود تم وضعها خلال الفترة الماضية هذا على الأقل ما يصدر عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذا الأمر وأن هذه الورقة بالفعل هي ضاغطة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها طيلة الفترة الماضية وليس فقط الفترة الماضية طيلة السنوات الماضية وإلا لما كانت لتوافق على أن يبقى المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة منذ العام 2012 لكن بما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بل وتم لربما الوصول إلى مراحل تحرج هذه الإدارة خاصة بعد مقتل حد الرهائن لإسرائيليين الأمريكيين في أغسطس الماضي الإدارة الأمريكية لربما زادت من سرعة الضغوطات على حركة حماس وقال المسؤول الأمريكيون في هذه التصريحات إنه ما من مجال لأن يكون هناك تمثيل حركة حماس في إحدى العواصم للدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال في إشارة إلى قطر هذا على الأقل ما يصدر من هنا من واشنطن لكن أمر الوساطة حتى هذه اللحظة لا يتم الحديث عنه سواء الوساطة القطرية المصرية ولا حتى الأمريكية الإدارة الأمريكية وحتى آخر تصريحاتها تقول إنها تسعى لإيقاف هذه الحرب وإن كان الجميع يعلم هنا في الداخل الأمريكي بأن الجانب الإسرائيلي متمثلا في رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو لم يصغي ولم يكن يصغي لطلبات هذه الإدارة وما على الأقل تمليه عليه بخصوص هذه الحرب وأن نتنياهو ينتظر على أي حال أن يبدأ دونالد ترامب ولايته الثانية لربما يحصل على شروط وعلى صفقة أفضل لا تجده على القيام بأي شيء قد يضعه في موقف محرش في الداخل الإسرائيلي دعيني أن أخذها إلى بشار قبل أن أعود إليك لإعطائنا صورة حول آخر التحركات الأمريكية باتجاه المنطقة على صعيد الوساطة أم أن الزيارات التي كانت للمسؤولين الأمريكيين قبل الانتخابات الأخيرة كانت هي الأخيرة أيضا ولكن قبل بشار كيف يقرأ هذا المشهد المتعلق الآن بصفقة التهدئة أو الوساطات المتعثرة في الداخل الإسرائيلي لأنه يوجد انطباع أن نتنياهو يثق أن ترامب سيعطيه كل ما يرغب به بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هل هناك حديث عن ضمانات قدمت لنتنياهو في هذا الاتجاه أم أن الأمور ستعود مرة أخرى إلى مسألة الدفع باتجاه صفقة ربما مسألة الدفع باتجاه صفقة وأن يكون هناك محادثات مفاوضات أصبح الاحتمال لذلك أبعد وأفقه أضيق مع مجيء رئيس أمريكي جديد طبعا سوف يتم تنصبه عما قريب ولكن نذكر بمكالمة هاتفية جرت بين الاثنين في وقت سابق أي رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أخبره افعل ما شئت وكانه يعطيه مسبقا شك على بياض بأن يفعل ما يشاء ومعروف بأن بنيمين نتنياهو تحديدا حيال ملف قطاع غزة يريد استمرار الحرب بحسب ما يتهم يريد استمرار الحرب إلى ما لا نهاية يتهم بأنه لا يريد صفقة ونذكر هنا بقضية التسريب الوثائق المتعلقة بمكتبه إذ سربت وثائق من مكتبه محرفة مزيفة تدعي أن حركة حماس كانت تريد نقل الرهائن من محور فيلدلفي وأنها تريد إطالة أمد الحرب لتبين لاحقا أن هذه الأخبار مزيفة بمعنى أنها زيفت لأسباب سياسية زيفت على ما يبدو لأن نتنياهو يريد هذه الأخبار أن تنتشر في العالم لأنه لا يريد صفقة ولكن يريد أن يلوم وأن يلقي باللائم على حركة حماس طبعا هذا أيضا كله مرتبط بما إن كانت بالفعل كما قلنا هناك نوايا لدى الحكومة الإسرائيلية بالتواصل إلى صفقة وكما قلت قبل قليل هناك رأيان متناقضان لدينا الشرع الإسرائيلي الذي يريد التواجه إلى صفقة لدينا الكثير من أشرح الإسرائيلية التي قالت إن أسرائيل حققت إنجازات قتلت زعيم حركة حماس يحيى سنوار قتلت حسن نصر الله واستطاعت أن تقتل إسماعيل هنية في طهران لديها إنجازات وحققت إنجازات لماذا حتى الآن تماطل يعني استطاعت الوصول إلى أماكن كانوا يعتقد أنهم مستحيل أن تصل إليها ما الذي يعيقه حتى هذه اللحظة من التواصل إلى صفقة والإفراج عن المختطفين الذين طبقوا والذين هناك تقارير حولهم أن حتى عددهم لا يتجاوز بضع عشرات ربما لا يتجاوز خمسين هذا كله متعلق بنوايا نتنياه بالتواصل إلى صفقة وبدون أن نشك هذا الخبر بالفعل بما أننا نازم نتحدث في إطار تسريبات وهناك من يؤكد وهناك من ينفي ولكن هذا يصب في صالح هذه الحكومة التي كما قلنا مصدر سياسي منها قال إن القرار مرحب به وهو يريد أن تعتبر حركة حماس غير مرحبة بها في أي مكان في العالم على الرغم من أن لقطر كان هناك وزن وكان هناك ثقل ديفيد برنيع رئيس المساد الإسرائيلي كان طوال الوقت ويجري زيارات مكوكية وزيارات مكوكية إلى قطر هناك عائلات من المختطفين الإسرائيليين التقوا بمسؤولين قطريين ولطالما كانوا قد واجهوا شكرهم إلى قطر بسبب مساعيها ولكن الآن كما يتهم الطرفان حماس وإسرائيل بأنهما لا يتوافقا على صفقة فيبدو أن الأمور الآن تغيرت وهذا ينعكس من خلال موقف القطري وبالنسبة للموقف الإسرائيلي أمين أقله بحسب ما نقله مسؤولون إسرائيليون إلى يدعاة أحرانوت هناك خشة إسرائيلية من آخر أيام إدارة بايدن أن تقوم بتصفية الحسابات مع نتنياهو خاصة وأن العلاقات متوترة بالأساس رغم كل الدعم الأمريكي لإسرائيل ولكن العلاقة ما بين نتنياهو والبيت الأبيض لم تتطور كثيرا بالتالي هل توجد أي تحركات بحسب ما تعلمين وتتابعين في الداخل الأمريكي تتعلق بمسألة الوساطات أو مسؤولين من هذه الإدارة سيتوجهون إلى المنطقة في هذه الأسابيع الأخيرة من عمر إدارتهم أم أنما كان قبل الانتخابات الأمريكية كانت المحاولات الأخيرة تسبيح عادة الولاية لربما الأخيرة لأي رئيس عادة ما تتسم بنوع من الجرأة ليس لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن أي شيء يخسره وإن تذكرنا في آخر ولاية أوباما أيضا كانت اتسمت بقرارات لربما جريئة وأغضبت إسرائيل في آخر أيامه وبشكل أساسي داخل مجلس الأمن لا استبعاد بأن تتخذ إدارة بايدن نفس الإجراءات أن لا تلتزم بحماية إسرائيل دوليا أو أن توقف أي صفقات أو دعم بالأسلحة لإسرائيل بعد الانتخابات وبعد هذا الأخذ والردم بين بايدن وبين نتنياهو طيلة الأسابيع وحتى منذ ولاية بايدن داخل البيت الأبيض لم تكن العلاقة في أحسن أحالتها لكن خاصة لربما تسبيحه أن الإدارة أو الديمقراطيين الأمر لا يتعلق فقط بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وإنما بالديمقراطيين بشكل أساسي بعد خسارة الانتخابات ليس في البيت الأبيض وإنما داخل الكونغرس بشكل أساسي لربما تريد هذه الإدارة أن تضع الإدارة المقبلة الإدارة الجمهورية إدارة دونالد ترامب الرئيس المنتخب في موقف صعب وموقف محرج أمام الجانب الإسرائيلي محاولة لإصلاح نقاط أكبر أو عراقيل أكبر بما أنها سعت طيلة الفترة الماضية وعلى مدار سنة على الأقل من بدء حرب غزة لإيقاف هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق لكن هناك رأي رسمي على الأقل حتى هذه اللحظة بأن إدارة بايدن تسعى وحتى اللحظات الأخيرة لإيقاف هذه الحرب ولضمان أمن إسرائيل الحليف الاستراتيجية التقليدي لكن ما تحت الكواليس وما خلف الكواليس قد يظهر عكس ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة من واشنغتون أمينة أسريري ومن القدس بشار الزغير شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات والتحديثات أيضا